اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعود للحديث عن القتال الاول القتال الاول كان بين تسارو كانوا تشارلز اوليفيرا القتال الذي كان على التصنيف الاول يعفوا للقتال علق بمستقبلا بشكل كبير في اخر السنة ضد اسلام خاشق انفاس او دوستان بوريي القتال بينهما سيكون ربما في جوان لدينا بعض النقاط اولا لم افهم الحكم الذي اعطل ليس الجولة الاولى بل اعطل قتال باكمله لتشارلز اوليفيرا يعني قد عطى عطاءه الجولة الاولى مع اني انا عطيتها لتسارو كان وكثير من الصحفيين والمشاهدين اعطوها لتسارو كان اعتمد على عطائه الجولة الاولى اولا صحيح ان كنا وضعنا الاخضاء الاول الذي حدث في التقائر الاولى من القتال كهو اللقطة المهمة في الجولة الاولى انا كشخص سأعطيها لتشارلز اوليفيرا لكن إذا شوفنا الجولة بأكملها وقارننا ماذا فعل الاثنين سنجد مثلا أنه كانت تقريبا متساوي لكن الأفضلية فيه بدقيقتين أو أقل لتاروكين وكذلك المختلف بينهما أن تاروكين اعتمد على القامبوند رائع جدا أخرت الكثير من الإلبوت مقارنة بشارس أوليفيرا الذي منذ الإخضاع بالقياتين والمحاولة الخطيرة التي كانت جد جد خطيرة وجعلت تاروكين في وضعية حارجة كان قادر ينهى القتال لو لا صلابة قوة هذا المقاتل يعني بين نفسه أنه من النخبة حاليا مقارنة بعديد من الصاعدين الذي أتوا مؤخرا كما قلنا نزال سينتهي في دقائقه الأولى لكن منذ تلك اللحظة وعمل ريفير صراعي جدا الناس ما تعالش باللي أنا جاني الأمر عادي لأنه لو تشوف قتاله أول مرة في المنظمة ضد إسلام خشاب طريقة التي يواجه بها إسلام تبادلات على الأرض تغيير الوضعيات هذا يعتبر أمر عادي ما ذاعله اليوم لدى شارلز أوليفيرا يعني لما غير وضعيته أصبح هو من الفوق وأصبح يخرج القانون بونت الحقيقة القانون بونت كان خاطير جدا وبالتالي لما قارنوا فعالية ما حدث بينهما في الجولة الأولى مقارناة يعني صحيح شارلز كان عنده محاولة إخضاع خطيرة جدا لكن بالنسبة لي لم تؤثر يعني لم يستمر شارلز أوليفيرا في نفس الناس قد طيلة الجولة بل خاصة معظمها وبالتالي أنا أعطيتها لتاروكي مع ذلك تفهم الناس التي اعتمدت على أن اللحظة الخطيرة في جولة الأولى يعفوا هو إخضاع شارلز أوليفيرا ناتي الجولة الثانية الجولة الثانية حقيقة كانت قادرة تكون عشر ثمانية بتسلوكي كانت فيه قانون بونت كانت فيه سيطرة كبيرة جدا لكامل الجولة القانون بونت كان خطير جدا أدى إلى دامج واضح في عين أوليفيرا في حاجبه وهي تلك الإصابة التي أخرجت من مواجهة إسلام مخشا في أبوظبي عفوا الأكتوبر الماضي يعني كان كل شيء واضح بالنسبة لي لتسلوكي جولة رائعة جدا أثبتت قوة تسلوكي على الأرض عجبني أيضا كيفية تحكمه وكنترول خاص به حتى على الواقف يعني كان دائما وعي وعنده نظرة على القتال إلى أين راهو ذاهب يعني دائما متمكن ومتمسك وهذا الأمر لا يعجب شارلز أوليفيرا هو يريد دائما هو اللي يكون صاحب الضغط هو اللي يكون صاحب البوبادر الجولة الثالثة الجولة الثالثة نبدأها نحير للناس لأعطاء خاصة كما تكلمنا عن الحكم اعتمادا على الإخضاء في عشر ثانوني الأخير لما تشوف القتال والمواجهة في الجولة الأولى من البداية لنهايتها كانت صحية تبادلات على الواقف نجح في معظمها تسلوكي كبه وواضح في كثير من اللقطات لكن بعد لما نجي نشوف نزال نشوف القتال أخذه للأرض سيطرة على الأرض عجبني هو وضع رأس شارلز أوليفيرا على السياج وضغطه هناك هذه حركة يقوب بها الناس المتمكنين في المصارعة وفي اللعب الأرضي خاصة من فوق لأنك لما تواجه شخص متمكن من الإخضاع ولا عنده لعبة توجود قوية جدا مثل شارلز أوليفيرا خاصة من الأسفل تحاول بشكل كبير أنك لا تعطيهش المساحة أنه يهدك بالإخضاعات أو يمكنهم إخراج إخضاعات ويحاول وهذه الطريقة يعتمدها عفوا إسلام مخاشر في مواجهته ضد شارلز أوليفيرا اعتمدها كيفيلي مع أنه خسر ضد شارلز أوليفيرا معه اعتمدها إسلام مخاشر ضد دافي راموش أنك تعتمد على ضغط رأسه وبالتالي ينولي فاي تقضي على لعبته تماما لا يمكنه فعل أي شيء ثم مع مرور الوقت والسيطرة يمكنك من إخراج القانون بان بعدما فعله تاروكين إلى هذه اللحظة كل شيء تمام سيطرتها ما للتاروكين تأتي 15 شن ثانية يسرى سويب يسقط في فخ إخضاء محاولة إنهم تخني ذلك ريسد قياتين دارس شوك وأصبح أوليفيرا سيفوت تقول له يا جبعة يعني هذا الحكام وهذه الناس حتى المعلقين حقيقة كانوا بيينين أنهم في صف شارلز أوليفيرا من النهاية للبداية من البداية للنهاية يعني حقيقة أصبحنا أنا كشخص أكره المعلقين الذين يعطون آراءهم يعطون انتسابهم مباشرة في المواجهة أنا هنا كمحلل ربما أكون مع تاروكين ربما أكون مع شارلز أوليفيرا لكن مثلا إذا أردت أن أحلل ولا أعتبرني محلل القادير أني أحلل بما أعرف أني أحاول جد جد كثير أن أكون محيدا في كلامي تاروكين بالنسبة لي فاز تلعينين سبعة وعشرين وإن أعطيناها الجولة الأولى لقوة لقطة التي قام بها ومحاولة شارلز أوليفيرا ووضعي في تلك الوضعية الحريجة قد نعطيها الجولة الأولى وبالتالي مباشرة تاروكين فاز تلعين سكوها بشكل واضح لا داعي للنقاش لا داعي للمجادلة رجع الآن نأتي للقتال الثاني المنتظر رائع جدا على لقب البيماف كما يقولون المهم ماكس هالوي والجاستن جيجي حقيقة توقعت هذا الشيء قلت تلقت ما قبل اليو اف سي ثلاثمائة سبحان الله يعني منذ إعلان القتال كنت أشك أن جاستن جيجي سيخصر وأنه ضيع على نفسه فرصة القتال على اللقب ضده إسلام خشاف وكان لا يملك أي سبب والمنظمة لا تملك أي سبب لرميه للخلف الناس معه جميعا لديه كل الحجاج للقتال على اللقب مع ذلك اختار أنني سأدافع على اللقب الله أعلم هذا اللقب الذي كل مرة يخرج لنا بإسم جديد وصدق نفسه أنه بطل الموفيد والله الحقيقة أنا زعجني هذا القتال جدا وغضبت غضبا شديد أولا توقعت أنه سيهسب سبحان الله لا نقول لك سمئة بالمئة لكن قلبي من دون إعلان القتال كان واضح بشكل جدا أنه ماكس هالوي سيقوم بشيء ويخالف التوقعات رقم 2 أنك تحاول مجابهة ماكس هالوي لكما بلكما هذا أمر خاطر جدا لم يستطع أحد مواجهته لكما بلكما إلا فوقونوفسكي وربما لنمتخني ذاكرة في النزال الثالث الذي حدث بينهما حيث كان تفوق عفوا على ماكس هالوي نفسيا قبل أن يكون ذاكاء القتالية حتى في مواجهتين الأولى والثانية ماكس هالوي كان متفوق في كثير من الأمور خاصة لكما تستطيع مجابهة ماكس هالوي لكما بلكما لجميعنا نعرف جميعنا عفوا نعرف هذا بحيث فوقونوفسكي لما قاتله كان يعتمد على القوة فوقونوفسكي وليست قوة ماكس هالوي جاستن كيجي كان يمكنه فعل ما فعله فوقونوفسكي بشكل أروع من ذلك لكن لما تجابه ماكس هالوي بهذه الطريقة أعلم أنك ستخسر خاصة بعد الإصابة التي حدثت في نهاية الجولة الأولى أثرت عليه كثيرا ثانيا كل مرة نقول أن جاستن كيجي تطور وأصبح لديه ذكاء قتالي يعيدنا لنقطة السفر بعد قتاله مع فيزييف الجولة الأولى بتلك الطريقة التغيير الذي أحدثه عفوا في الجولة الثانية أو الثالثة قلنا أنه الآن أصبح جاستن كيجي يعرف يحسب رينج القتال يحسب النفس كيف هيكون يحسب الرسم يحسب الطريقة التي ينتهجها اليوم لم نرى أي شيء حقيقة قبل الإصابة هذه رقم واحد لماذا؟ جاستن كيجي الناس جميع يعتقد أن جاستن كيجي ملاك وصرايك الرائع جدا أوليست صرايك الرائع جدا هو مع صرايكر الذين أفضل منه يتفوقون عليه في السرعة يتفوقون عليه في البريسيجن يعني الدقة يتفوقون عليه في كثير من الأمور هو لديه القوة ولديه الروح لما جاستن كيجي يقاتل بذكاء تزم بخطأ القتالية الموضوع عليه يتفوق عليهم هذه هي جمالية الأمامين اليوم جاستن كيجي لم يقوم بالخطة وحتى هذه المرة أشك أن مدربه لم يعد يصن حاليا انتهى فريقه ترافر ويتمان تراند حدث قبل الكورونا وفي الكورونا ثم انتهى منذ خسارتك أمار عثمان هذا بالنسبة لي واليوم أكدت على هذا الأمر فريق متواضع جدا لا يغير مني نهجه جدا ما عندهش نصائح حتى النصائح أنا كجمال لأملك أي خبرة قتالية مقارنة بهؤلاء كنت أعلم أنه لازم يخرج الجاب بتاعه كما فعل ضده في زيف لأنك تضد مقاتلين متفوقين عليك بسرعة بالتقنية بكل شيء ما لا يمكنك فعل أي شيء أمامهم في زيف رأيناه صحيح فاز بطريقة رائعة جدا لكن الجولة الأولى في زيف كان متفوق عليه بشكل واضح في التقنية في إخراج اللاكامات في كل شيء مع ذلك تصحيح وأخذ نهج واللعب على ثغرات في زيف أدت إلى الفوز الرائع اليوم بعد تطور قلنا باللي جاستان ديجي سيقوم بشيء ما أولا النصائح جات متأخرة من الكولننز أنا هذا ما أزعجني وكارية فريق جاستان ديجي لهذا الجاب مع اللو كيك كانت منذ بداية مواجهة أنت لا يمكنك كما قلنا صمود أمام ريتم ماكس هالووي لا يمكنك قتال ماكس هالووي لكمة بلكمة ماكس معروف بقوتي على إخراج الفوليم وفعل دامج متراكم يعني كل مرة يتراكم عليك الدامج حتى يقضي عليك أنت ضربة واحدة يعني الدامج تعيك يكون واضح تقول لي لازم تختار كيفية إخراج اللقامات كالدقة التي تخرج بها القوة التي لازم تخرج بها هذا ما فعله ضد توني فرغيسن هذا ما فعله في الجولتين ضد فيزيف أصبح يختار الوقت المناسب هنا يمكنك التغلب على ماكس هالووي مع ضربه لكامات عفوا ركالات سوفلية لإنقاص من حركاته والضغط عليه ثم بعد الوقت حشره في جهة ما يمكنك الآن تقليل من سؤالات ماكس هالووي وضربه ضربات رعا مشكلة كل هذه النصائح لم تأتي حتى نهاية الجولة الثالثة ورأينا في الجولة الرابعة ماذا كان سيحدث لو تابع الخطة المعروفة لكن بعد فوات الأولى مع ذلك ماكس هالووي كان يخرج لكاماته بأروع ما يكون ماكس هالووي صحيح كان باطل في السابق لكن حاليا بدأ يلحق البرائم يعني كان باطل موهبة سبحان الله كان باطل للفيدرويت وهو ليس في البرائم حاليا باش وصل البرائم حاليا يدخل للبرائم ينضج رائع جدا خاصة قتاله ضد براند الآن قتال آخر ضد كوريان زومبي كيفية أسقاطه وعادها نفسها في اللحظات الآخرة اليوم بطريقة مذلة لجاستين جيجي لن يتعافى منها أبدا كلما كنت أرى قتال أتذكر قتال جاستين جيجي ضد فارغيسون وكيف قاضى على كل أمل فارغيسون ومنذ تلك اللحظة توني فارغيسون ليس هو توني فارغيسون خاصة المتتالية ذهب كل شيء دامج لن يتعافى منه أبدا وهذا ما سيحدث بشكل كبير لجاستين جيجي خاصة خسارة في الدقيقة الأخيرة عفوا في الثانية الأخيرة بتلك الطريقة وسقوطه حتى تقول لي ماكس هالوي أصبح لديه قوة ضربة قاضية لا ماكس هالوي تركه مات لخمس جوالات ثم في الدقيقة الأخيرة لما ماكس هالوي يطلب منك البرول أعلم أنه رح يكون هو متفوق والبرول الخاص بماكس هالوي دائما يكون دقيق لا يكون فوضى يظهر أنه فوضوي لكنه يختار يختارهم بشكل دقيق أثناء الارتحان في رينج المولة كما أعرف رح يسقط خصمه وهذا ما حدث ضد الكوريان زومبي وهذا ما حدث ضد جاستنجيجي اليوم الاثنين كانوا متهالكين جاستنجيجي حتى في الجولة التي فاز بها وقد نعطيها له هي الجولة الرابعة كان في منتصفها الأول يتلقى ضربات صحيح أسقط ماكس هالوي لأول مرة على الأرض لكن كانت يمكنك فعل ذلك في الدقاغ الأولى سبحان الله حتى للجولة الرابعة بيرتنصح بلي يخرج الجاب كلنا نعلم أنه خاصة بعد قتالة دافيزيف أنه يخرج الجاب الخاصة بجاستنجيجي عنده جاب رائع جدا يتحكم فيها في الرينج يتحكم فيها في القتال ثم يخرج القوة سبحان الله من بداية القتال ويخرج في الهوك رايت هوك واللافت هوك سبحان الله يعني أنت مع من مع ماكس هالوي حتى الجولة الرابعة بيش تقوله بلي لازم صديقي العزيز تخرج الجاب ولو كيكس سنتمكن من في عشين ما بعد أن ذهب أنفه إصابة أثرت علي أصبحت لا يستطيع التنفس بعد أن أخذ دامج كبير جدا الرجل يرقي فوليوم خطير جدا ماكس هالوي مهيبة ولا أروع يجب أن تقاتله بقوتك وفي النقاط الضعفه لا تحاول توقف معه مباشرة لكمة بلكمة وترى أنك يمكنك تصدر معه ربما ستفوز عليه لن تتفوق تجد ضربات المهمة الرجل في تبع عشر عب عشر لكمة في الجولة حتى الجولة التي كان متفوق فيها ماكس هالوي متفوق في اللكمات يعني أنت تلعب كما كانت في الجولة الرابعة تخرج لكمات دامج تحيكون قوي جدا على الخاص بما لو كيف ستقلل من حركته حتى تأتي الفرصة من بداية الجولة هو يجري مورا على أسل أنه سيسقطه الرجل الذكي عنده حركة رأس رائعة جدا عنده حركة قدمي رائعة جدا يتحرك بشكل غير اهتيادي رقم مثلين أنه جونستان غيجي الرجل بالنسبة لي انتهى وأيضا أنه في كل مرة يقاتل على ويكون قريب من مرحلة هامة في حياته يفسدها قام بها مرة واحدة ضد توني فارغيسون ومن ثم لم يظهر قاتل بشكل أرعن بغبع ستوبد جونستان غيجي هذا هو ستوبد تيم هذا هو العنوان الموت قاتل بشكل غبي ضد شارلز أوليفيرا وانتهى به الخسارة في الجولة الأولى ضد مقاتل ممتاز عاد نفس اللعبة اليوم ضحي بفرصتك الوحيدة التي كانت تجمل لك القتال على اللاقب حاليا انتهى داستنبوري في جون وتاروكين في يا أبوظبي يا قتال في في الغاردن في نيويورك حاليا مشكلة العمر ومشكلة هذا الدامج الذي أخذها هو النهاية التي انتهى بها لا أظن أنه سيقاتل على اللاقب مرات أخرى ولن يعود لمستوى نهاية مثل هذه تؤثر على أي مقاتل والآن ستفتح أبواب الحلم لدى ماكسولويل يعني يصبح بطل فئتين والآن نأتي للقتال الأخير الحدث الرئيسي في هذا الكارد التاريخي جامل هيل البطل السابقي هذه الفئة ضد البطل الحالي والمتحكم بكل شيء بيريلا أو أليكس بيريلا بواطن الحقيقة بدأت كالعادة بيريلا يبدأ بطريقة المعتادة بيراميكيك السفلية ليقرأ خصمه ويقرأ الرينج وما إلى ذلك ثم يرمي جاب ثم يرمي جاب لصدر خصمه ليقرأ الرينج وما إلى ذلك هذه دائما مكان تعتبر نقطة ضعف كان يستغلها أديسانيا لأنه يفتح رأسه مباشرة للكامة خصمه هنا كان قادر جمال هيل يرمي هوك أيمن مضاد لكنه لم يفعل وكعادة بيريلا كما قلنا وهذا المرة شارك الخصمه تبادل ركلات سهلية عليك لدراسة الرينج كما قلنا ومعرفة ماذا يخطر كهو الخصم ثم نأتي لهذه اللقطة هنا حيث أدرك جامل هيل أنه يمكن استغلال الثغرة التي تحدثنا عنها وهي ثغرة الجاب وهنا أرمى هوك يمن مضادة لكنها لم تصب بيريلا هنا بدأ هيل يفتح بركلات ثم أصبح يخرج دائما الهوك المضادة للجاب في كثير من اللحظات يعني أدرك الأمر جيدا ثم أصبح هو يخرج الكروس اليسرى الخاصة به وبدأ يفعل نفس الخطأ الذي يفعله بيريرا وهو ترك لما يخرج الكروس اليسرى يفتح نفسه تماما وترك دفاته مواضحة مفتوحة بشكل رهيب جدا هنا كان يمكن لأديساني إخراج الهوك الخاطرات الخاصة به المعروفة الهوك اليسرى في كثير من اللحظات لكنه كان يأخذ وقته لأن القيتيان ما زال في أوج عطائه ونحن فقط في متصف الجولة الأولى وما إلى ذلك هنا يأتي التوقيف الذي حدث بيرامي كيك وإصابة أسفل السرى لبيريرا يقوم الحكم بالتوقيف ثم يقول له بيريرا أنا بخير وأصبح يكمله هذا خطأ من الحكم حقيقة هو لم يؤثر بشكل كبير على القتال لكنه خطأ واضح أنت الذي تتحكم بالقتال أو أمرك التي تسمع وليس بيريرا هو الذي يتحكم أنت أوقفت القتال أوقفته قالك أنا بخير قم بتفريقه مع علاقة قليلا ثم أكمل هنا في تلك اللحظة اللقطة التي كان يبحث على بيريرا هو كيفية الدخول لرينج دون إصابته هو تخطي رينج الكيكس ودخوله لرينج الملاكامة دون إصابته من طرف خصمه أعطيت له في أقل من ثانية بشكل رهيب جدا أهلا وسهلا جمال هيل وجد نفسه جمال هيل في ظلوم ضبع عن الوعي تماما وكما نرى أيضا هيل تحدى بيريرا طوال الأسبوع تكلم عليه كلم غير لاعق أنه ليس بخطير حقيقة هيل لم يكن مستعد الإصابة كانت خطيرة جدا أيضا جمال هيل اهتم كثيرا بشنيني جنزو والترهات والمزع وما إلى ذلك أكثر من خطاته كان نجب أنه يقاتل كعادته بالضغط ما إلى ذلك بيريرا يمكنك الضغط عليه لك أنك اهتممت بأمور أخرى الآن قد عرفت من هو تذوقت اللكمة المشهورة الأيال هوك الأيسر القادم من الجاهيم التي يعرفها الجميع التي ذاقها الجميع بيريرا يدخل التاريخ الآن يريد بقيت على الهيفي ويت حاليا نظر الوحيد هو من محمد محمد أنكلايف عفوا أنكلايف حاليا لديه قوة اللكم القاضية أداؤه مبهر كالعادة حدث رائع جدا حقيقة تاريخي شاهدنا في قتالات ولا أروع أردت أن أتحدث عن هذه المواجهات فقط لأنها هي المهمة تعتبر مع أن الكارل تاريخي من أوله إلى آخره كمولخاص الحديث جاستين جيجي قاضى على فرصته للقتال للقاب تاروكيا أصبح هو المصنف الأول بعد داستين بوري الآن إسلام مخاشيف هذه السنة لديه من يملأ جعبته من قتالات ومواجهات خطيرة جدا في المستوى ليدفع اللقبي ربما إن نجح في دفع اللقبي قد نراه مستقبلاً ضد البطل في الوسطى والله أعلم أتمنى أنكم بخير كالعادة لا تنسوا اللايك واشتراك بالقناة أدعو لي أخوانكم بالرحمة وبالثبات إليكم مبارك تقبل الله منا ومنكم السلام عليكم